نفتح إذن ملفنا الأول فما إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفترة جديدة ثانية تبدأ في العشرين من يناير المقبل بل التركيز على تشكيل حكومته الجديدة والحال مع أي إدارة جديدة أجريت محادثات موسعة حول الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية مع تنصيب ترامب لفترة أخرى كانت الحكومة الاقتصادية أو وزراؤها الاقتصاديون محورا رئيسيا في الاستعدادات من المتوقع أن يلعب الأعضاء المرشحون دورا كبيرا في تنفيذ الأجندة الاقتصادية التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية على الرغم من ذلك لاقت هذه تعينات انتقادات واسعة داخل الأوساط الأمريكية بسبب خلفيات بعض الأسماء وتوجهاتهم السياسية سوف نتناول في هذا العرض أبرز الذين تم ترشيحهم لتولي المناصب الاقتصادية البارزة في حكومة ترامب المقبلة تعد وزارة الخزانة من الوزارات الأساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة كالدين العام المرتفع والسياسات المالية التي تتطلب تقليص الإنفاق تم ترشيح سكوت بيسينت لتولي هذا المنصب وهو شخصية بارزة في المشهد الاقتصادي الأمريكي شغل بيسينت سابقا منصب المدير التنفيذي لسندوق التحوط ويعتبر خبيرا معروفا في قضايا الضرائب والتجارة والديون والتنظيم المالي كما تعاون مع المستثمر الملياردير الأمريكي جورج سورس مما قد يثير تحفظات لدى الأوساط المحافظة الأمريكية رغم ذلك أشار ترامب بيسينت ووصفه بأنه شخصية محورية في الأجندة الاقتصادية لإدارته من المتوقع أن يلعب بيسينت دورا رئيسيا في تطوير السياسات الاقتصادية الأمريكية خلال فترة رئاسة ترامب الثانية هذا إضافة إلى قيادة المفاوضات الاقتصادية مع الكونجرس الأمريكي أيضا من بين الأسماء البارزة في حكومة ترامب الاقتصادية المرشحة لتولي وزارة الزراعة بروك رولينز بروك رولينز من المتوقع أن تتولى مسؤولية الإشراف على الصناعات الزراعية تربية الماشية الغابات هذا بالإضافة إلى تنظيم جودة وسلامة الأغذية من أبرز المهام المرتقبة لها هي إجراء تخفيضات كبيرة على برامج المساعدات الغذائية التكمليا معروفة بـ S&AP والتي تساعد الفئات الضعيفة علاوة على ذلك ستلعب رولينز دورا مهما في تنفيذ سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتي ستؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الزراعية والقطاع الزراعي رولينز كانت مستشارة سابقة لترامب في البيت الأبيض ولها سجل طويل في القيادة الفكرية المحافظة من خلال معهد أمريكا فيست بوليسي الذي أسس في الأساس لتجميع مقترحات سياسية لدعم ولاية ترامب الثانية إلى وزارة أخرى مثلا وهي وزارة التجارة حيث تم ترشيح هوارد لوتنيك الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار والأعمال يشغل لوتنيك حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكانتور فيتس جيرالد الاستثمارية كانت له أدوار بارزة في قيادة فريق ترامب الانتقالي كذلك يعرف بمساهمته الكبيرة في السياسات المتعلقة بالأمن السيبراني وأشباه الموصلات وبراءات الاختراع في حال تم تأكيل تعيينه سيصبح لوتنيك مسؤولا عن تنفيذ جزء كبير من الأجندة الاقتصادية التي تركز على تعزيز التجارة والابتكار في القطاعات الحيوية الأمريكية أيضا من المتوقع أن تتولى لوريت شافز دي ريمير وزارة العمل حيث ستركز على قضايا تتعلق بالعمال الأمريكية بالأساس بما في ذلك تنظيم العمل في مجال الذكاء الاصطناعي والقوانين الخاصة بالسلامة في أماكن العمل وتعديل لوائح العمل الإضافية كما يتوقع أن تتبنت شافز أجندة مؤيدة للأعمال حيث تهدف إلى تقليص القيود التنظيمية التي فرضتها إدارة بايدن شافز كانت عضوا في الكونجرس الأمريكي عن ولاية أوريغون وتشتهر بتوجهاتها الاقتصادية للليبرالية المحافظة وقد أثرت الجدل في الماضي بخصوص مواقفها المؤيدة للأعمال الكبيرة في موقف آخر وزارة أخرى وزارة الصحة التي تعتبر من المقدمين للخدمات الإنسانية ومن الوزارات أيضا التي ستواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ملفات التأمين الصحي خاصة مع تعهد ترامب بإلغاء أو إصلاح قانون الرعاية الميسرة المرشح لهذا المنصب هو روبرت كينيدي جونيور الذي هو أيضا كان مرشحا مستقلا للرئاسة في الانتخابات الماضية رغم أنه يعتبر من أبرز مؤيدي ترامب الآن إلا أن له موقفا مثيرا للجدل حول اللقاحات وحملاته السابقة ضد اللقاحات من المتوقع أن تركز أجندته إذن على تحسين الرعاية الصحية الأمريكية دون توسيع تدخل الحكومة في النظام الصحي الأمريكي إلى وزارة الإسكان إذن التي سيشرف عليها سكوت ترينر وهو رجل ذو خلفية رياضية كان لعب كرة قدم محترفا تولى في وقت سابق دورة المدير التنفيذي لمجلس الفرص والتنشيط في البيت الأبيض يتوقع من ترينر أن يركز على تعزيز ملكية المنازل وحماية حقوق المستأجرين من خلال السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز في الإسكان كما سيعمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق ذات الدخل المنخفض في وزارة النقل مثلا أصبح تشو بي دافي وهو المعلن عنه كوزير وهو سياسي سابق وعض في الكونجرس الأمريكي سيكون مسؤولا عن الإشراف على تمويل الطرق والجسور وتطوير البنية التحتية للنقل في الولايات المتحدة له تاريخ طويل في العمل السياسي في الولايات ويسكنسون يتوقع أن يساهم في تعزيز مشروعات النقل الكبرى وفي تطوير وتشغيل نظم الطيران وسلامة المركبات فيما يتعلق بوزارة الطاقة يتوقع أن يتولى كريس رايت هذا المنصب كريس رايت وهو رئيس شركة Liberty Energy لديه مواقف مناهضة لظاهرة الاحتباس الحراري حيث يصفها بالأسطورة سامر رايت إذن على تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وهو جزء من أجندة البيئة التي تعهد بها المرشح الرئاسي الناجح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب تعتبر في وزارة أخرى وزارة الكفاءة الحكومية تعتبر أحدث إضافة ضمن منظومة الحكومة التي يسعى ترامب إلى تشكيلها على الرغم من أن الفكرة لم تحسن بعد بشكل قانوني إلى أن ترامب ينوي أن يتعاون مع إيلون ماسك أغنى رجل في العالم للحد من الإنفاق الفيدرالي المهدر يسعى ترامب في هذه الحالة إلى تحسين فعالية الحكومة باستخدام خبرات ماسك في مجال الابتكار والتكنولوجيا من المتوقع أن تعمل هذه الوزارة خارج النظام الحكومي الرسمي لفترة محدودة على الرغم من التحديات القانونية التي قد تواجهها في ظل معارضة الكونغرس الأمريكي إذا المشاهدين الكرام تمثل التعينات الوزارية في حكومة ترامب المقبلة مزيجا من التوجهات الاقتصادية المحافظة وتسعى للتركيز على تقليص حجم الحكومة وتحفيز الابتكار في بعض القطاعات الاقتصادية مع استعداد الإدارة لتطبيق أجندتها يواجه ترامب تحديات كبيرة لسيما في ظل القسامات السياسية والانتقادات المتزايدة من قبل معارضيه ما يجعل هذه الفترة القادمة محورية في تحديد شكل السياسة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة هذه الإسماء التي عرضناها مرشحة إذن لقيادة حقائب وزارية اقتصادية خلال فترة ترامب على الأقل في الأشهر الأولى من ولاياته